في سنة من السنين الأهلي اتغلب من سيمبا نعم ورجع اتعادل مع فيتا نعم بس لما راح كسب في فيتا معامل سكور 3 نعم هل ممكن الأهلي يقدر يعمل داف ماتش سانداونز؟ مع فيتا غير سانداونز فيتا؟ طبعا فيتا كلوب غير سانداونز فيتا كلوب لما تعدلنا اتنين اتنين هنا في القاهرة المجردات كاملة لنادي الأهلي وابتكت كمان كاسعادة كان فيه خطأ فادح تحكيمي لردوان جيد لردوان جيد لفيتا كلوب في البيئة ١٨٠ وهي كان من برامطات الجزاء فلا فيتا كلوب كان فيه في المتناول إنما سانداونز لا أفضل فريق العكورة في البطولة لا وأحلى فريق في أفريقيا حاليا بيخترق العمق في الأقوية جدا 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 ولم هنروح لفاقة تاكتكس هوريك إزاي سانداونز كان بيعمل قدامنا فلا وضع مختلف بس لكن بكل أمانة إحنا محتاجين يا محمد نصحح أخطأنا وإحنا طبعا مش عايزين نصطبق فاقة التلاكتكس هنتكلم فيها عن أخطاء وهي فيها الجهاز الفني وهي فيها اللعيبة لازم صح أخطأنا ولازم عندنا جرأة في التعديل والتغيير ومهم جدا جدا موضوع الروتيشن ده لازم فعا يبقى مبرر يعني إنت بتعملش الروتيشن لأجل الروتيشن لأ إنت بتعمل الروتيشن اللي إنت عايز تستفيد منه طب ممكن إن الروتيشن اللي بيحصل ده مش مخليك عندك استمرارية في نتائج أفضل؟ المليون في المياه النجوزية الاستمرارية ده إحنا تكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت إحنا غادة النهاردة إحنا عمليين نهو نقول النادي الأهلي بقى له فترة طويلة ما بيكسبش مباراة يعني عم مش عامل من الانتصارات مفيش مش عايز مش قادر تعمل تلسلة من الانتصارات ورا بعض ده ماشي على خط وتسيب خط ماشي على خط وتسيب خط على موجة نظري يجب على مارسيل كولير اللي اختار أفضل العناصر اللي يبدأ بيها مايلعبش لعبة لأنه هبدأ بيه النص كويس واحط الكويس على الدكة عشان أفاجي بيه المنافس فتاني شوط تاني بدلين أو فنيين لا انت بتضايير نفسك وقت وما تضمنش سيناريو المطش يمشي زي ما انت عايز ما المدرب ولا هيصد ولا هيجيب هدف انت بتتوقع سيناريو ان يمشي عليه طب ايه في السيناريو ما جايش على هواك هنعمل ده وارد جدا وساعات الوقت ما بيسافكش فالصحي صحي انك تبدأ بافضل عناصر عندك ممنسبة الوقت ايه الفكرة في التغيير بعد ديها ستين عندك مبرر ليها مثلا هل المدرسة القديمة المدرسة المدربين اللي هما الكلاسيكين الابدام او شماية بيفطره كذا دي مدرسة دي مدرسة هو ما بيغيرش لاعب قبل ساعة بيعابد يحسب اموره كيه بس انا ربما يكون معرفش انا مش احد افراد الجاذب فاني تتعرف ان حتى التغيير الاضطرال اللي تم لما نازل ياسر ابراهيم ما كان محمول متولد محمول متولد اصيب في الدقيقة مثلا اربعين واحد واربعين ايه فانت لعب ثلاث دقايق ايه وفي دي تين دلاتة اوات دا يعني الست دقايق دول الاهل اللي عميهم عشر ايه وقال لك اوفر التغيير ده يعني اعمل ده بين الشوتين عشان اوفر تلات توقفات اه في الشوت التانية ايه في الاخر بص هي حسابات مدارس مدير فاني وفي الاخر هو اللي بياخد القرار وبرضه هو اللي هتحمل مسؤولية القرار بتاعه فاحنا النهاردة بنشوف ان في حاجات اكيد لو الجهاز الفاني بادر بيها كان ممكن يساعد العيب لكن في كل احوال خلاص اللي حصل حصل ونتمنى ان شاء الله الفترة الجاية النتائج تتحصل